على أصوات المدافع والدبابات تعيش جبهة مريس الواقعة شمال الضالع مواجهات مستمرة حيث شهدت منطقة يعيس الواقعة بين العرفاف ومريس مواجهات بين المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني وبين ميليشيات الحوثي وصالح بعد الانتصارات التي تحققت في الحال ما تعز زادت من المعنويات لدى رجال المقاومة الشعبية فهم يتواجدون على الطريق العام وعلى المواقع وعلى التباب بهدف حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ومنع أي هجوم محتمل على منطقتهم انتصار أي مقاومة في أي قطر وفي أي بقعة في هذا الوطن هو انتصار لنا جميعا نشكر أبناء تعز على ما حققوه ونحن ماضون على دربة تحرير حتى آخر قطرة وحتى آخر نفس وحتى آخر ذرة تراث في هذا الأرض الطاهر بين قهرة مريس وقاهرة تعز يقول رجال المقاومة الشعبية بأن الميليشيات تجرعت كؤوسا من القهر وألوانا من العذاب وعلى سفوح القاهرتين نسجت خيوط النصر ورفرفت راية الكرامة بين فترة وأخرى تحاول الميليشيات الدخول إلى هذه المنطقة فقد شنت أكثر من هجوم محاولة الدخول إلى محافظة الظالع إلا أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني يقفون على هذه الجبال لمنع أي تقدم للميليشيات محمد المريسي قناة بلقيس الظالع